عودة للصفر هذا ما تفسح عنه التحركات الأممية فبعد تأجيل المشاورات الخاصة باستكمال صفقة تبادل الأسرى والمختطفين يتجه النقاش حالياً نحو البنك المركزي اليمني ففي مسقطة كشفت مصادر إعلامية عن لقاء المبعوث الأممي مارتن جريفث بوفد ميليشيا الحوثي لمناقشة التدابير الإنسانية والاقتصادية في مسودة الإعلان المشترك وكالعادة فإن اللقاء خرج بتعقيدات من الحوثي ومحاولة المكتب الأممي تقديم حلول صعبة التحقيق بحسب المصادر فإن الحوثيين اشترطوا إلغاء قرار نقل البنك المركزي إلى عدن وضمان إداع عوائد النفط في بنك صنعاء كمقابل لصرفهم مرتبات الموظفين وفقاً لكشفات 2014 بينما قدم المبعوث الأممي اقتراحاً بإدارة موحدة للبنك ولجنة مشتركة من بنكي عدن وصنعاء بدأت الأزمة مع صدور القرار الجمهوري بنقل البنك المركزي في منتصف 2018 لكنها تفاقمت نهاية 2019 بعد منع الحوثي تداولة أو حيازة العملة الجديدة المطبوعة في البنك المركزي بعداً فيما هو مؤكد فإن البنك المركزي بعداً والذي يحظى باعتراف إقليمي ودولي لم ينل دعماً مالياً كاملاً واستقلالية تامة حيث ذللت وقايع كثيرة تدخل التحالف السعودي الإماراتي في عمل البنك كما أن البنك الدولي ربط تحسن الاقتصاد اليمني بانتهاء الانقسام السياسي الحاصل وفي هذا السياق فإن جهود مكتب غريفث بخصوص إنهاء الانقسام البنكي قد لا تصل إلى نتيجة إيجابية فهي بنظر محللين ليست إلا مجرد هروب من الفشل في التنفيذ الكامل لاتفاق سوكهولم إلى تجزياته